لنأخذ نصائح من الرومانس أنجل نقول لك هذه البطاقة ادعي لكي تجرب إليك الصوم الميت لك أو الشخص المناسب ادعي من الله فقط ادعي من الله لكي يتحقق لك ما تتمنى ويأتي إليك الشخص الذي مناسب حياتك هذه البطاقة تقول شغف أنت وهذا الشخص عندكما انجذاب عالي لبعضكما وهذه القراءة أيضا متشابهة جدا مع برج الأسد لنأخذ نصائح تقول لك هذه البطاقة أنت على حق تقول لك هذه البطاقة عبر عن نفسك أكثر وكن جريئا طاقتك العامة أنت في حالة استقرار ماتي ربما تكون محتفظ جدا بأموالك في هذه الفترة ربما تكون تشعر بحاجة مادية ماسة في هذه الفترة وأنت تريد أن تحافظ على أموالك خوفا من الضياء أو أنت متمسك بشخص ما بهذا الحبيب ولا تريد أن تضيعه من بين يديك أو ربما تعمل هذه الفترة أعمال وتريد أن يحافظ على هذه الأموال لعلك تجني منها أموالا في وقت لاحق أنت ترى هذا الحبيب أنه متعلق بك لدرجة كبيرة ربما يحبك حبا كبير فهو عنده كما ظهر لنا في هذه البطاقة عنده شغف عالي بالنسبة إليك أو ربما ترى مختلف عن كل الناس الذين حولك له وجهة نظر مختلفة وله تفكير مختلف وهو شخص مختلف عنك أيضا ربما أنت تكون من برج ترابي وهو من برج هوائي إذن أنت وهو متعاكسان في كل شيء ربما تراه هكذا أو ربما تراه في علاقة زواج مع شخص غيرك وأنت معجب بهذا الشخص وتريد أن تكون معه الشخص أو الحبيب هو احتمال بأن يكون من برج الأسد كما قلت كما قلت في هذه البطاقات مشابهة لبرج الأسد بطريقة كبيرة أنت الحبيب هو منفتح على الحياة طفولي مرح بسيط ذو طاقة إيجابية عالية يعطيك السعادة حيثما وجد أنت جدا معجب به وأنت تحبه لدرجة كبيرة وهو أيضا يحبك وهو أيضا يحبك وربما ترا فيه الشخص المناسب ماديا أيضا ربما قدم لك هذا الحبيب عرض مادي كبير وفرصة مالية كبيرة وأنت ربما تكون محتاج لهذه الأموال في هذه الفترة الحبيب احتمال بهذه الفترة أم يكون بأنه قد ابتعد عن هذه العلاقة ربما يكون في سفر أو ربما قرر أن يأخذ وقته في التفكير لعله يجد حل لأنه أنا أرى بأن هناك شخص ثالث في هذه العلاقة ربما يكون مرتبط كما قلت مع شخص آخر دينار طاقتك بالنسبة لهذه القراءة هي طاقة التباعد وإنجذاب عالي مع هذا الشخص ولكنه بشكل وحي أنت متباعد مع هذا الشخص في هذه الفترة وظهرت لنا في الطاقة العامة أيضا هكذا لأنك ربما تكون مبتعد عن هذا الشخص محتفظ بما لديك وأنت مبتعد عنه وأنت فقط تنظر وتراقبه تراقبه لدرجة كبيرة ولكنك أنت متمسك هنا بأفكارك ربما يكون بينكما عند عند من أمر ما لأنك تراه بأنه عكسك ربما أنت تقول هكذا هو يقول بالعكس هو عكس طبيعتك بشكل كامل وأنت ربما تكون مبتعد عنه بهذه الفترة لأنه مختلف عنك أنت تراه بأنه عكسك يعاكسك بكل شيء يخالفك أنتما الأثنين لا تتفق عنه على رأيه أنت في هذه القراءة كما قلت أنت مبتعد عن هذا الشخص ولكنك متواصل معه بطريقة روحية عالية أنت معجب به بشكل كبير وهذه البطاقة ظهرت لنا بأنه شخص بأنه هناك بينكما انجذاب جسدي وروحي عالي أنت جدا معجب به طاقة الحبيب هو ربما قد حصل معك بينك وبينه كما قلت مشاكل وهو يشعر الآن بالخسارة يشعر الآن بأنه قد غلبك احتمال بالكلام أو بالرقاش الذي دار بينكما ولكن يشعر بقرار نفسه بالخسارة هو غير مرتاح في هذه الفترة هو يشعر بالهزيمة لأنك مبتعد عنه ويشعر بأنه افتقدك وأنت بسبب اختلاف اختلاف وجهات النظر مع بعضكما أنت ابتعدت عنه مشاعرك باتجاه الحبيب أنت مستعد للرجوع إليه في أيات لحظة أنت تحبه جدا لهذا الشخص وأنت متمني تتمنى أن يرجع ويقول لك شيئا وأنت مستعد للرجوع وتقديم أي خطوة يطلبها منك أنت مستعد لأي شيء يطلبه هذا الشخص منك أنت جدا تحبه مشاعرك انجذاب عالي جدا لهذا الشخص مشاعر الحبيب بالنسبة لك هو يشعر بأنك قد قطعت معه العلاقة ربما حصل بينكم أيضا بلوك وهو يشعر بهذا وهو يتواصل معك بالروح لكنه ربما في وضع أخذ قرار أيضا ظهر هذا الشخص في الطاقة العامة بأن هناك شخص آخر في حياته ربما يكون متزوج ويحبك في نفس الوقت ولا يعلم ماذا يريد هو في وقت أخذ قرار واختيار بين أمرين يراك هذا الحبيب هو يراك السعادة يراك السعادة الكاملة يراك البيت يراك الركيزة يراك الحياة التي يتمناها يراك الفرح والسعادة والبهجة أنت بالنسبة إلى هذا الشخص شيء كبير جدا أنت منجذب إليه وتحبه وهو جدا يحبك بطريقة عالية هو يراك الزوج المناسب ويراك الاستقرار أيضا جدا يحبك هذا الشخص نوايا الحبيب هو ينوي أن يتسلل إليك خفية ويأتي إليك دون أن تعلم بطريقة فجائية بطريقة لن يخبرك بها هو ينوي أن يأتي إليك هو مندفع جدا هذا الشخص لم يعد لديه أي صبر أنت تصبر وتنتظر قليلا ولكنك مستعد في أي لحظة ولكن هذا الشخص هو أيضا احتمال بأنه ينتظرك أيضا كان ينتظرك أيضا لعلك أنت تبدأ بالكلام معه ولكن هذا الشخص نفذ صبره ولن يقدر على الاستمرار في الابتعاد لفترة أطول من هذه الفترة هو سيأتي إليك مزرعا هذه هي خطته القادمة سيأتي إليك بطريقة جنونية وهي سيأتي إليك دون علم مسبق منك نتيجة هذه القراءة أو نتيجة هذه العلاقة في هذه الفترة هذه العلاقة سيحصل بها انتظار وترقب ستتكلمان مع بعضكما وسترجعان إلى بعضكما إذا كنتما على خصام، على انفصال، زواج، انفصال أي شيء سيحصل بينكما تواصل وأنتما تحبان بعضكما بطريقة كبيرة وستحصل بينكما علاقات حميمية أو أي شيء من هذا القبيل ستعود الإميان إلى مجرية ولكن العلاقة إذا كنتما تسألان عن زواج أو عن رجوع كامل فأنا أرى بأن هذه العلاقة ستبقى متوقفة قليلاً سيبقى فيها انتظار وترقب لعل أحدكما وضع أموال له في مشروع معين وهو ينتظر نتيجة ما وضعه ينتظر نتيجة أمر ما يحصل عليه وظهر ليك أيضاً في الطاقة العامة بأن هذا الشخص بأنك أنت ربما تكون في حاجة مادية وهذا الشخص يريد أن يمد لك يد العون المساعدة بأمور مادية فربما أنتم الإسلامين دخلتم مع بعضكما في شراكة أو في عمل أو في شيء مادي ربما لعلكما غير مستقرين مادياً ولعلك أنت غير مستقر مادياً وهو سينتظرك هذا الشخص أو أنت ستنتظره لعلكما تقدراً أن تبنيه حياة جميلة مع بعضكما هذه احتمال أن الخلافات أي الأمور المتوقفة بينكما هي أمور مادية فقط تقول لك هذه النصيحة إذا كانت هناك أي خلافات انهي هذه الخلافات حاول أن لا تنظر إلى المنافسين على هذا الشخص ربما تراه مشهور ومعروف وهو في مركز أكبر منك أو أكثر منك مادياً أو مستقر أكثر منك ولكن لا تنظر إلى المنافسين ولا تجعل الأخصام يعكرون عليك صفوة حياتك تقبل هذا الشخص كما هو وانهي المشاكل والخلافات بينكما لأن هنا أيضاً ظهرت لي في طاقة الحبيب أن هناك بينكما مشاكل وهذه بطاقة مشاكل كثيرة هناك صراعات كبيرة حصلت بينك وبين هذا الشخص أنتما الاثنين تحبان بعضكما لدرجة عالية ولكن هذه المشاكل يجب أن تحلها مع بعضكما فهذه المشاكل ستؤثر على علاقتكما وهذه النصيحة تقول لك هذه النصيحة إنهم الخلافات إذا لم تنهي الخلافات والمشاكل والصراعات التي بينكما لن تحصل هذه النتيجة وستبقى الأمر انتظار وستبقى أمر هذا العلاقة انتظار وترقب حلوا المشاكل مع بعضكما واتفقوا تقول لك هذه البطاقة عبر عن نفسك وكن جريئاً ربما أنت بحاجة على أن تخرج من صمتك فهذه البطاقة تقول بأنك أنت لا تظهر مشاعرك أنت تخفي عن هذا الشخص مشاعرك عبر عن مشاعرك لعله هو منزعج منك ويشعر بأنك لا تحبه لأنك لا تعبر عن مشاعرك لعلكما كنتما في زواج أنتما في زواج وحصلت بينكما بعض الخلافات لأنك أنت لا تعبر عن مشاعرك فتقول لك هذه البطاقة عبر عن نفسك وعن مشاعرك وكن جريئاً وأنت تتكون على حق وإذا كنتما في علاقة جديدة أو أنت شخص تنتظر أن يأتي إليك الشخص المناسب تقول لك ادعي من الله وسيأتي إليك الشخص الصلمة التي تعتبره هو الشخص المكمل لحياتك وروحك شكراً لك برج الميزان على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر